مرحبا يا جماعة وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من لعبتنا الرهيبة الحياة الواقعية دينيزين وورد أخيراً أجد الحلقة المنتظرة ومثل ما شاهدتم عنوان المقطع وصورة المقطع راح نشتري البيت الأسطوري أخيراً اليوم راح يصير في تطورات جداً كبيرة في حلقتنا تابعوها للنهاية ما تسكن تعطونا لايك تشتركوا بالقناة لذا ما كنتم مشتركين وتفعلوا زر التنبيهات وخلينا ننطلق ونشوف في فيديو تابعنا لليوم طيب يخوان أول شيء أنا مغطي الفلوس لسبب معين لأنه راح تنصدمه من الرقم حرفياً من بعد هديك الحلقة اللي نزلت مبارح أنا فعلياً شغال فترة جداً طويلة حلأ أساس أني أقدر أجمع هذا المبلغ من الفلوس راح أخليه مغطى فعلياً على بينما نتحمم وعلى بينما نضبط أمورنا ونهندس حالنا عشان أقدر أفرجكم الفلوس بشكل جداً ممتاز يخوان اليوم راح نشتري البيت أخيراً ما نبطل عايشين بالأجار راح نصير عايشين في بيت ملك وخاص فينا يا خوان أوكي أتوقع هاي كلنا جاهزين بس بضل بدنا شوية شرب شوي نشربك ماي ونوكل وبعدها راح ننطلق في اليوم تابعنا خلينا نشوف بردو قديش حالياً الساعة الساعة عشرة المفروض نكون فتحين المحل راح أفرجيكم الشغلة أول إشي خلينا أفرجيكم قديش معي المبلغ معي عشر آلاف واربعمية وسبعين دولار يا خوان هم تخيلين فعلياً هذا المبلغ قديش إذا جيت أفرجيكم المحل تبعي فياته كمية جداً كبيرة من الأغراض خلينا نعمل أوبن ستور بدنا نعمل كامبين عشان الزباين تيجي أكتر وبدنا نغير من فيديو جيمز لأبلايين سوف نعمل على توستر 2% لأنه شوفوا عندي توستر خمسين واحد أربعين كوفي ميكر جوسر واحد واربعين بلندر أربعين كثل أربعين يعني كمية موارد جداً جداً كبيرة وبضاعة جداً ضخمة ورح نطلع منها مبلغ جداً محترم فبس نطلع هذا المبلغ رح نروح تلقائياً يكون معنا 25 ألف وأكتر حتى لحتى نروح ونشتري البيت يا أخوان جداً تعبت خلف الكواليس لحتى أقدر أني أوفر هاي الشغلة فبتمنى ما تقصروا معنا باللايك يا أخوان برضو لازم نوكل أيوة غير نوكل هاي عشان هيك كل شيء تمام يكون وخلينا نروح ننضلك على المكان تبعنا ونشيك إذا فيه أوستن كمان فيه مهمة لإله ولا لا مع أنه أنا مش محتاجه حالياً بس أنه على بينما نضيع وقت على أساس أن المحل تبعنا هيكون بايع شوية أغراض طلعوا باع 1500 بثواني ثم تخيلين 24 كطعاً باعت لسه ولا إشي من الأغراض اللي عندنا فعلياً كمية أغراض كتيرة والستور ريتنج 100% عندنا فهذا إشي جداً ممتاز وبيخلي الزباين تيجي بشكل أكتر وأسرع عندنا على المحل صراحة أنا جداً ممسوط لأنه هلا راح نبطل شغل في مكان البيتزا وبردو راح نشتري البيت الخاص فينا البطل عايشين في الأجار فهذا إشي جداً ممتاز إن شاء الله بس أنه تحمل صراحة تنزل اللعبة بشكل كامل على أساس أدرس تكشف كل شيء موجود فيها ولكن قريباً راح تنزل أول إشي قبل ما ندخل على الشعب تابعنا قلونا نشيك على أوستن إذا في عنده أشياء أو شغل إلنا آآ I don't have anything available آآ والله يا أوستن إنت خلص حاسس إنه راح سوءك أنا طيب خلنا ندخل على الشعب تابعنا ونشوف كمية الزبان اللي راح تكون متواجدة فعلياً في الشعب أو فيه لا الحمد لله فيه والله فكرت في الشي يخوان طلعوا كمية البضاعة أوه ماي جود والله انصدمت طلعوا كمية البضاعة يا إخوان نايس كمية جداً جداً كبيرة من البضاعة يا شباب شوفوا كل هدول عم بيجوا بيشتروا قدي أصرنا بيعين لسبعين ألف وخمسمية لهلا آآ قديش الساعة لأنه إحنا منسكر الساعة السبعة فالساعة لسا 12 تقريباً فلسا في وقت أشوفوا كمية الناس والزباين يا إخوان نايس طيب فخلينا هلا حالياً نطلع خلص بكفي أتوقع من هون آآ شروعكم نروح نشتري كمان بضاعة ونحطها بالمكان ولا نروح آآ وين نسوي شو من نسوي أتوقع إنه كل شي استكشفناه فعلياً آآ ما في إشي كنت أنا بدي أسويه غير إني أروح أجيب كمان شوية تبضاعة أحطة يمكن بالمكان عندي عشان نطلع فلوس أكتر مع أنه أنا متأكد أنه بس نباع كل شي وي خلص اليوم رح نكون مطلعين أكتر من 25 ألف لأنه لسا تنسوش في عنا الجيمز شرناهم بالحلقة الماضية وزدت عليهم شوية تقريباً الأكشن جيم زدت عليه والأدفنشر جيم زدت واحدة اشتريت فراح نحولوا على طول فيديو جيم بعد ما نخلص حالياً تلت آلاف سرنا بايعين يعني معنا هلا عشر آلاف مجموعة 13 ألف المجموعة تبعنا طبعاً بعد ما نخلص ونبيع كل الأغراض الموجودة عندنا بالشوب رح نفللوا على آخر اليوم نبيع كل شي تقريباً رح نروح نحول ونشتري الإبضاعة الأغلى لأنه لسا في عنا قسم ثاني أغلى من هيك رح يعطينا فلوس أكتر بس بتطلب أن يكون عندك رأس مالي كبير شوي فعلشان هيك أتوقع هلا صار الوقت المناسب لحتى نشتري هذه الإبضاعة بعد ما نبيع كل الإبضاعة المتواجهة عندنا بالمحل لساتنا بيعين فقط 3000 مش عارف إذا رح أشتري كمان يمكن أشتري لي كمان 6 على بين بس ما نسلك حالنا شوي صغيرة شايفين لسا في الإلكترونيكس طلعوا 60 أنا بشتريها ببيعها 90 فارربح فيها جداً ممتاز بس المشكلة إنها بتكلف 600 مش زي هدول بكلفوا 400 ها نشتري هاض وبردو نشتري هاض ونشتري هاض ونشتري هاض ونشتري هاض ونشتري كمان كوفيميكر أوكي هاي صار معنى 8000 اشترينا كمان بضاعة هاي بيعين 4100 لهلا حالياً الساعة طبعاً لسا واحدة ففي معنى كمان 5-6 ساعات تقريباً لحتي نقدر لعبين ما نسكر يعني فنكون إن شاء الله متوفرين فيهم وجايبين فيهم فلوس جداً جداً كبيرة أوه شت نو 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 شو اللي صار شو اللي صار جتوان يا ساتر طلعت على حجر كني ولا مش عارف شو صار فصار اللي صار الحمدلله مرأة عخير مع صار في قليتشات صارت عيد القيم من أول هاتنشوف قبل ما نحطهم قدي فعلياً عندنا ضايل البضاعة 42 توستر 18-28 وهو لسا ملان عندنا أغراض ملان 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 يعني إذا جبنا هادول اللي صراح يكون عندنا كمية كبيرة كتير من الأغراض طلعوا صاروا بزيادة بس لسا بيعين 4000 بيعين بس 65 قطعة بس طلعوا 65 زبون اشتروا 65 قطعة يعني كل زبون طلع في قطعة بش مجال فماشاء الله يعني كمية بيع بشكل جداً جداً ممتاز وأتوقع اليوم الأجار تبعنا رح يخلص لازم نجدد الأجار يمكن نجدده فقط ليوم واحد على بين بس ما أخد الفلوس تجيني على حسابي بالبنك على أساس أقدر رح أشتري البيت اللي بـ 25000 طب يا إخوان جيت استنيت شوية وقت ونمت برضو ساعتين زمن على أساس أقدر هلأ أشوف قديش طلع المبلغ معنا طرحها ما شوفت أحب أشوف معكم هلأ فعلياً ردت فعلي واحد نيم ثلاث تسع آلاف ومية يا إخوان ولسه يدوب بيعين أشياء لا يعني بيعنا بيعنا 143 قطعة من أصل 143 زبون ولا زبون بدخل ما بشتريش عنا يا إخوان تسع آلاف وتمانية يعني عنا تقريباً 17 ألف قربنا إخوان لسه يدوب يعني بيعنا أشياء وأنا تنسوش أنا عددهم 65 مش 60 زي ما هم كانوا بدهم ياني أبيعهم فيعني بإمكاننا نجيبها بكل سهولة صراحةً هنشوف هذه الساعة الساعة 17 نيمت كمان ساعة 10 ألاف وأربعمية وفعلياً إحنا راح نسكر بعد ساعة 9 ألف إخوان أهلاً مش هون وأمد دخليه على أساس يقدر يفتح ويسكر لحالوا يخوان أوتوماتيك كل هالخمسين دولار مش رح تأثر علينا ولا تكسرنا ولكمبين برضو راح نعمل كمبين اليوم الثاني لأنه هلأ بعد ساعة راح نسكر تقريباً طلعنا باليوم الأولى 10 ألاف يخوان اوه اخي اخوان يا صباح الخير ويا صباح الارباح ويا صباح النور يا شباب جاهزين شوفوا دي صار معنا فلوس جاهزين شوفوا تساطعشر الف وستمية واثنين وسبعين يا اكوان ما شاء الله طبعا فاليوم جديد رح نفتح الساعة عشرة قديش ساعة حاليا بس لازم نعمل كامبين كمان يومين بني دولر الساعة حاليا تسعة يعني خلال ساعة تقريبا رح نفتح المكان تبعنا فا اتوقع اليوم لازم نستأجر كمان لانو رح يسكر عنا الاجار فبلاش ننطرد وخلينا مقدبين وروح ندفع الرنتل تبعنا اوتون نيو اون اريدي يعني هما بيوخدوا مني تقريبا لحالة فخليمي يوخدوا انا مش زعلان صراحة وبدنا شوي تنشرب ونزبط حالنا ومش عارف هلأ روح اشتري بضاعة ولا استنى لا يصير معي 25 الف على اساس اقدر روح اشتري المكان على السريع انا صراحة لسا هذا المش عارفه اوكي خانوخد واحدة من هاي وبدنا كمان حمام حلو هيك رجعنا فللنا كل الاستاتس اللي عندنا اه طبعا ادي صارت الساعة الساعة عشرين ثانية تقريبا وروح نفتح ثانية يعني عشرين ديئة باللعبة صراحة اليوم متكاسل مش حاب اشتغل في محل البيتزا حابب اروح اشوف اوستن اذا في عنا شغل لإله شغل لإله اصدقوا اذا هو عنده شغل لإلنا مش بالعكس يلا هيا اوستن بليز اعطينا اشي يا اخي يلا عطينا شغلي hek نتثلى فيها يا اخي والله ايزكت انا ما في اشي تقريبا اه نلا يا اوين انطراني ما في اشي انسيت اهم شغلي اخوان انصيت اهم شغلي اخوان انصيت اشترك سيارة جديدة صحيح والله نصيت لاحظة 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 في عنا شرا هلا ايش هاي بخير البيتز هوي THIS هون عنده الهوملس هون مكتchen سيارات صح نسيت يا اخوان والله مش حالف كيف نسيت ان اشتري سيارة لازم اشتري سيارة جديدة اوكي في عنا هاي السيارة بتخلينا شوف في عنا هاي سيارة بعشر الاف في عنا تجيب بعشرين الف رح نشتري بالاول الفان اللي بعشر الاف عشان نقدر نحمل فياته بضاعة كتير رح نلونه تقريبا لون ازرق او لون احمر لا لون ازرق اطواق احلى لا هيك مش حلو ولا اصفر ولا اسود ولا ابيض صراحة اللون الازرق احلى اي شي نقدر نحمل فياته اربعة وعشرين من نوع من الابضاع يخوان وبوصل السبيد تاعه سرعته متين او والله امتاز صراحة نشتري نتوقل على الله نخلص نقول نتوقل على الله يخوان نتوقل على الله واشترينا طبعا هيك صار عنا بس تسع الاف خسرنا الفلوس هاياتها الله على الفان الجديدي الله يخوان والله اني متحمس يا شباب شوفوا الفان تعيتنا فان اسطورية صراحة اوكي اطلع يا مدير طبعا فل معطينا اياها وبدي اروح احمل فيها كمان بضاعة على اساس هاي المرة فاليا خلاص لنجيبها رسميا الـ 25 ألف اخوان فتحنا المكان اعتوقع انه فتحنا صح يب فتحنا اردي بس لسا ما في ولا اي بيع حاليا بس مش مشكلة ننتظر شوي صغيرة بما يجو زباين وانا اردي دافع اعلان على اساس انه الزباين تكثر عنا في المكان ومننروح الان اشتري كمان بضاعة بس ما رح اشتري بكلمية كبيرة يمكن كمان ولا اشتري فيهم كلهم والله منعارفي اخوان اشتري فيهم كلهم ولا لا اتجرأ اشتري فيهم كلهم ولا لا اه والله صراحة مش عارف صراحة جد مش عارفي اشتري فيهم كلهم ولا لا لانه بحمل هاد 24 نوع سلعة ولا نتركهم للإلكترونيكس نتركهم للإلكترونيكس انا بقول صح اوكي خلينا نشتري نتركهم للإلكترونيكس واحد تنين ثلاث اربع خمسة وناخد من هادا كمان واحد ومن هادا كمان واحد ومن هذا كمان واحد. 6300 خاصة هيا بنخليهم 5900. كيف دي عرف قدي حملنا؟ أوس هيا بصيرنا بعين ب 1400 كمان. فهلا بدي اروح احطهم عندنا بالمكان لانه ببلش شوي يخلص يفضى تقريبا. لا والله لسه ملان بس الكوفي مايكر ببلش يخلص واشياء بلشت تخلص. فبدي اروح احطهم هلا عندنا بالشوب اخليه مفتوح. على اساس هلا ينبيع بشكل جدا جدا ممتاز. اتوقع هيك صرفنا فلوس كتير على الابضاعة. هلا صار الوقت انه نستلم الفلوس. فعلشان هيك ما راح اشتري هلا فعليا ولا اشي. راح انتظر الفلوس لحتى تيجي. واضل استنى هيك. لحتى الفلوس تيجي عنا ونشوف قديش راح نطلع ارباح. راح نروح النامج حتى نضيع الوقت يا اخوان. لانه الريدي بتجدد الاجار لحاله. فانا مش الان عليهم من نهاية الناحية. سيارتنا القديمة انا بعتذر منك يعني بس جبنا سيارة جديدة احلى احسن منك بكتير. شوفوا قدي بتحمل فعليا نشوفوا. فعليا بتحمل كتير صراحة. حيلو اشترينا كل هاي الاغراض فهلا صار بامكاننا ننزلها هون. ونروح انو نسرع الوقت بسرعة على اساس نشوف قديش طلعنا فلوس. نمت لحد قبل ما نسكر بساعة. قدي طلعنا عشر آلاف. او بس بلشوا انو يروحوا صراحة. بلشوا انو يروحوا اتوقع صار لازم نحول. عشر آلاف وخمسة خمسة عشر ألف. بس اتوقع بامكاننا نطلع كمان. يعني ما اتوقع انو بس هيك عشر آلاف مستحيل. فيه شي خلط انا حسن الشريط بضاعب كمية جدا كبيرة صراحة. اوكي يا جماعة. هاي اخر نومة. جاهزين تشوفوا قديش صار عندنا فلوس. هل انتو جاهزين. اشتريت بضاعة. وبعت كل شيء في المحل. وحاليا راح يتشوفوا قديش جمعت فلوس يا اخوان. واحد. اتنين. ثلاثة. خمسين. الف. دولار يا اخوان. او. ماي جاد. بعت كل شيء تقريبا بالمحل. سكرت المحل. وبعت كل الاغراض. الستور ريتنج مية بالمية. زي ما شفتو. بيعنا بشكل جدا خيالي. بلشنا ننزل بالأيامات البعدها. بيعنا ب 11.000. بيعنا ب 9.000. 6.000. ضليت ابيع واشتري. ابيع واشتري. ما بكتير بضاعة. ولكن اليوم معين. ولكن وصلت خمسين الف. انتم مش متخايلين يا اخوان. شو يعني خمسين الف. وقديش تعملت عليهم يا جماعة. فهلأ. بما انو صار عندنا خمسة. راح نروح على التلفون. ونروح نشتري البيت اللي بخمسة وعشرين الف. واحد. اجت اللحظة المنتظر يا اخوان. والله اجت اللحظة المنتظر. بدها لايك هاي. بدها لايك. قبل ما نشتري بدها لايك يا اخوان. واحد. اثنين. ثلاث. رابورتي بورشيست. ضايل معنا خمسة وعشرين الف فقط. فرح نروح نشتري فيهم بضاعة من النوع اللي تقيل. ونروح نحطهم عندنا بالمكان. سرنا شاريين الفان. فبتالي هلأ الفان. راح يكون يحملنا اربعة وعشرين نوع من البطاعة. مش سبعة زي ما كنا نحمل او ستة من قبل. فهلأ راح نحمل البطاعة كتير ونوديهم عندنا على المكان. او ماي قادي اخوان. والله اني متحمس. اوكي هاتوا نو قد نطلع الفان تبعنا. الله مش الفان تبعنا. الله مش الفان تبعنا. الله مش بها الفان تبعنا اخوان. ولا انا تركته هناك. اخ شيك لي تركه هناك انا وانا بدنا الفل البطاعة مش مشكلة. طبعا احنا رايحين على البيت والدنيا ليل. بس صراحة حابب اني اروح يعني مستعجل مش تقادر اني انام كمان واروح انتحل البيت. فانا لازم اروح اشوفه يا اخوان. صار البيت ليلنا. انتم متخيلين يا شباب. رحاليا الساعة اربعة الصبح. شوي وراح يطلع الفضا مش مشكلة. وممكن نروح نشتري بضاعة كمال. بس اول شي خلنا نشيك على البيت. انسونا من البضاعة والمكان هلا خلنا نروح نشيك على البيت يا اخوان. والله اني متحمس. سيارتنا البان الأسطوري. صار النا صار نقدر الى المفروض انه ندخل على البيت. او ماي قا اخوان صف 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 صفعة لايongo المفروض. يلا فت. يا سلامmbيك والله تحمست تحمس هوماي يا جود. رأى المطبخ? اكيد هون اتطلعة. هون اتوقع. السالة. هون الحمام صح? يا سلام. اول شعب لشعبنا العالمي في البيت الجديد يا اخوان. اول عمام في البيت الجديد. بس من quase كلنا نش spitearring برضى. خلائنا كل هذهية سرعة نفل لجوع. نروح نشرب ستريب مياه. برضو من مطبخنا الجديد يا اخوان. صح على قلبك يا عميبي. برضو ناخد شاور في بيتنا الجديد. بس والله بيته سطوري بس لازم وتعديل وترتيب. فالحلقة جاية رح تكون ان شاء الله حلقة تعديل وترتيب البيت وديكور البيت. اوكي? فخلان روح ناخد شاور. نضبط حالنا في بيتنا الجديد نهندس حالنا. برضو لازم نشتري اواعي من نساش هاي الشغلة. بس مبدئيا كتير صراحة مبسوط في البيت وبطفو بدو هدول صح? نايس. هاي الخزانة تاعتنا طبعا للأسف فيش عنا اشي نلبسو. فلاازم نشتري شوية اواعي بردو. والله كتير حلوة اخوان. او بيفتحوا البرادة. او ماي كود. ديم التفاصيل يا اخوان. والله نايس. هون برضو مسكرين البرادة. بدي اطلع اشوف اذا بقدر اسوي اشي حوالين البيت لان اتوقع ان المفروض اقدر. واشيل الزبايل اللي هون لا بقدرش. وقع انا بقدرش صح? اه. اتوقعت اني بقدر اشيل صراحة الخم الموجودة هون. شو فيه هون يومه. اه اوكي حشرات فكرت في اشي. اه هون طاولتنا الاسطورية وهذا هو الباكيارد تبعنا. طبعا احنا جينا في الدنيا ليل للأسف. بس مش مشكلة. عشان انا بدي استغل للنهار صراحة. للسبعين خمسة وعشرين الف. فالمفروض اقدر اروح. اشتركة معنا بضاعة من النوع اللي تقيل. بانه خمسة وعشرين الف يعني مبلغ جدا محترم. وراح يطلع منهم الدبل تقريبا. ان شاء الله راح نستثمر استثمار اسطوري. طيب يا اخوان. جاهزين نشتري بضاعة. ارو على الكترونيكس. واحد. ادو كارت. ادو كارت. ادو كارت. اضيف كلهم هدول الكارت فعليا. لانه اشتري منهم كمية جدا كبيرة. اه لانه هم عبارة عن خمسة. خمسة في اتنين عشرة. احنا بنقدر نحمل تقريبا اربعة وعشرين. لسا هيك السعر ستة الاف زي ما بتشوفو. فراح اشتري تقريبا بسعر جدا ممتاز. يمكن اشتري بخمسة عشر الف هيك تقريبا. واخلي معي عشرة. ان كي صار ما صار. فهاي صار عندنا عشرة. راح نشتري تقريبا بخمسة عشر زي ما اتفقنا. هاي خمسة عشر الف يا اخوان. ما شاء الله كمية لبضاعة. ما شاء الله اتطلعوا. نايس. يلا. روح توكل على الله. انسافيشن. كارجو سبيس. اوه عديش انا شهري. اوكي. ريموف. بزبط هلا. بزبط هلا. اوكي. شكنا كنا كنا محملين شوي زي ادي. حاليا حملنا اربعة وعشرين قطعة. نخدهم معنا. على المتجر تبعنا. ادي صارت الساعة هلا خلينا اتفقد بس. الساعة ستة تقريبا. فاحنا لسا بدنا للعشرة لنفتح. وردي انا مستأجروا. اه يب لاني حاطوا فالمفروض ان الامور تكون. صرفنا تقريبا خمسة عشر الف. المفروض هلا نطلع. اه مبلغ جدا جدا محترم من وراء. برضو تنسوش ان اشترينا الفان بعشر الاف. فهذا نقص شوي منه. فالطريقة اشتغل شوي زيادة على اساس. ادر جيب المبلغ المحترم اللي اشترينا في البيت. سيارتنا الحمرة بطل نسال فيها يا اخوان. بطلنا نسال فيها فعليا. او حمل حمل الحمل حمل. كمية بضاعة مش طبيعية يا اخوان. طلعوا. طلعوا طلعوا خمسين اربعين خمسين خمسين ما شاء الله كمية الاغراض. رح نحطهم كلهم خمسة وتسعين ينباعوا. دايما احنا بنغلي خمسة واتوقع انها بتزبط معنا. اه رح نعمل كامبين بمية دولار. ونشوف قدي رح يطلع فعليا عندنا السعر. لا خلي هدا هون مش رح اشتري فيهم بضاعة كمان. اتوقع رح نخلي معنا احد عشر الف احتياط. في كمان لسه تنسوش السيارة بتاعة العشرين الف اللي رح نشتريها ان شاء الله بالحلقات الجاية. اتوقع الحلقة الجاية رح تكون اخر حلقة لهاي الجيم. لانه لسه مش نازل كامله واتوقع ما فيش تانية نعمله. لان زي ما بتشوفوا في اشياء لسه مسكرة. فما رح تنزل لانها ديمو لسه لما تنزل اللعبة بشكل كامل. اوكي فاتوقع نكون تقريبا خلصنا كل شي. سوينا اه اشترينا رح نشتري اواعي رح نشتري السيارة الجديدة اشترينا البيت الجديد. ايه زبطنا الستور تبعنا البزنس تبعنا حطينا فيه كل انواع اللي بضاعف ما توقعش ضل اشي. رح ننتظر هلأ فعليا عبين ما تنزل الكامل. لحظة كين انا رجعت عهد البيت. لحظة 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 خلينا اوقف الاجار ايش انتوتي بتسوي. شارب بيت بخمسة وعشرين الف عشان تيجي تستأجر هون بيت معفن. لا لا حبيبي طفي طفي ما بدأ اجر. الوداع يا بيتي اه بس لاحظة لازم اخد اغراضي. تيك. لازم اخد اغراضي انكل عالبيت الجديد. ما بزبط هذا الحكي. ايوة تيك حبيبي تيك. رح ناخد كل شي. الكراسي هدول برضو رح ناخدهم. او اي اشي موجود عندنا بالخزانة رح ناخده او بالتلاجم. هذا الكرسي برضو الثاعي اسطورتي. وهون برضو اي اشي بالتلاجم رح ناخده فعليا. نايس. اوكي. بس هده هون. توقع في شي شي تاني منقدر ناخده. هون منقدرش ناخده. التلاجم منقدرش ناخدها. تاخد كل شي انا فعليا. اه ما بدأ اغسل. كنت كنت جاي اخدها انا صراحة. بس يالله ما عليش غسل مش مشكلة. توقع في شي شي تاني صاح? البلادي المفروض انهم يتسكروا. والوداع هي بيتنا العزيز. والله رح نشتاء لك الامانة. بس انهم متطرين نغادر. ونروع لبيت اكبر من هيك. وصار بيتنا الاسطوري ما في داعي ندفع اجار. وادعوا البيت يا اخوان لانه اخر مرة رح تشوفوه. رح نصير دايما النام في بيتنا الجديد. الوداع يا اسطورتي. والله ما كسرت معنا يا حبيبي. تعرفوا بالله يا اخوان. لحظة لحظة. قبل ما نغادر هذا البيت. حب انام اخر. خدت اتخذنا صح. اه. حب انام اخر يوم بس يا اخوان معلش 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 معلش. عب انام اخر يوم في البيت الاسطوري. والله يعني حزب نفسي اني اتركوا يا اخوان. لانه ساعدنا كتير بس بضل اجاري اخوان. اوكي رح ننام شوية صغيرة عبين ما نفتح الستور. رح ننام تقريبا للساعة ثلاثة. منو منكون فتحين الستور وبيعين كمان غرض. مفروض. فتحناش الستور. ليه ما فتحنا. او مش محول انا. او ماي جود مش محول اوكي. ثلاثة او را علينا اليوم ما حولتش. شفتو التياس اللي صارت. معلش يلا تيك. بنكون نمنا هيك تقريبا. اكمن ساعة وكان نوم هني جدا. فهنا بنقدر نغادر البيت واحنا مبسوطين. او بس لحظة. خلان طفي. عشان ما نخليش كل شي مضوي اخوان. او برضو نطفي ضو الحمام. ايوة. يلا نغادر. وهون في ضو. وين نطوي نطوي. ايوة ايوة. اوكي اخوان. الوداع بيتي حبيبي. والله انك مكسرت. الوداع الوداع. اوكي خلاص. خلونا نغادر. نروع بيتي الاسطوري. انا متحمس نجو بيتي الجديد. خلونا نشوف برضو قديش هلا حاليا صرنا بايعين. ستلاف صرنا بايعين. والله نايس. والله ممتاز. التلاف. اتوقع لسه في ضايل بضاعة كتير. فوالله ممتاز ستلاف بعنا. اوكي فهلا راح نواخد الفان. وهنروح. على بيتنا الاسطوري. ننام في بيتياته. بس والله مشوار صار هيك. اونا قرب كان على الاسطور. وضيريت لو البيت في البلدة يعني. مش في الغابة. بس انتوني تتذمرش. انتوني تتذمرش. انتوني تكون في الغابة. مش مشكلة. بس تحق مشوار. 25000 تفعين عليه انتوني. ما بيستحق انك تضرب له مشوار كل مرة. شوي راح تصير الساعة 12. اثوقع راح يجوني المصاري هلا. بس بردو فكرة راح اشتري كمان بضاعة يا اخوان. خلي المتجر تعني مفتوح خصوصا في العيد اللي جبناه مبارح. باللعبة. بانه منسينا نحول البضاعة وبالتالي ما بيعناش ولا اشي وقضينا وقت دون من بيع اشي. فلازم نروح اشتري كمان بضاعة. تقريبا راح اشتري كمان 24. اوكي. فللت هضل معي 4000 فعليا بس يا اخوان. فللت الفان ارب بضاعة كاملة. طبعا اخدنا الفلوس. زي ما بتشوف ولا حاليا صفرنا. اخدت الفلوس تعوني المرة الماضية. فهلا بدي اروح احطهم بالمكان بالمتجر. ونرجع على بيتنا الاسطورية. بس انا بدي دينها تصير نهاري اخوان. انا ما شفتش البيت في النهار فعليا. الساعة واحدة. راح اروح احطهم على طول. المتجر وبعدها نرجع على البيت. اهيك منكون حطناهم كلهم في المتجر. طلعوا سبعين تسعين. راح ينبيع بيع بشكل خرافي جدا. بس هلا صار الوعية انه نرجع البيت. نحط العافش في البيت تبعنا. النام في البيت تبعنا. وننتظر الصباح لحتى نشوف بيتنا الاسطوري. ما شاء الله. بس حباش تريد هداك تجيب صراحة. نجيب هداك خرافي البرتقالي اللي شوفناه بعشرين الف. بس ان شاء الله جايينو بالحلقة الجاية يا اخوان. جايينو جايينو. اوكي. نستخدم هذا التخيط. اه نحط التخيط هون غرفة هاي نخليها هون. اتوقع انه افضل اشي. اوكي. وبردو نحط اللامب هاي هون. راح نخليها بالزاوية. ليش مش خلينا نحطها بالزاوية. ايوه هيكة بالزاوية. نايز. وبردو هدول الكراسي اتوقع راح احطهم اه وين ده احطوا فعاليا راح احط كرسي هون. مش عارف اذا راح يلبق ولا لا ولا اقولكم. لا لما نشري طاولة ممكن نحطهم. بس مبدئيا نخلي واحد هون. ما راح نستعملهم هلا فعليا الا لما يكون في عنا ديزاين مرتب بالغرفة. بس مبدئيا راح نتركهم هون. برضو عنا الكرسي هادو الاسطوري. اللي راح نتركه هون في الزاوية. ايوه نايز هيك صارت غرفة نام يعني تقريبا مرتبة مش البطالة. اوكي فخلينا نوكل. اه هادو انا صراحة شو? اعطيني هايجين عشرين. اه سبري اوكي. سبري يعني بعطيني هايجين طيب ممتاز. اه هلا حاليا الساعة تنتين الفجر. نبنى لحد الساعة التسعة. شوي راح نفتح المكان تبعنا. بس خلينا نقضي حاجتنا ونعمل شاور على السريع. وبعدها راح نفتح المتجر. ونشوف هلا قديش نسبة المبيعات راح تكون. اول ما فتحت صارت ساعة 11 حاليا. اول ما فتحت بعت الف وسبعمية. بعت طمانداشر قطعة. لسه ما حدش افتح كلا الساعة يا اخوان. طبعا نعمل عامل اعلان. فراح ننام للليل لحد ما نسكر ونشوف قديش راح يكون هلا حاليا السعر النهاي. هيك منكون تقريبا سكرنا. الساعة حاليا زي ما بتشوفوا تسعة عشر فمعناها سكرنا. سباة عشر الف ولسه ضاي اللي بضاعة بلاوي. ضاي راح نعمل على على عشان يشتروا لانه مشارين صراحة. فشوفوا شوفوا كمية الاغراض ولسه صرنا مجمعين سباة عشر الف يا اخوان. هتوم متخايلين فعليا قديش صرنا جمعين. فالدنيا هلا قديش ساعة? الساعة حاليا تسعة عشر مفروض دنيا ليل. يعني مش معقول يا اخوان انا بدا اضل اشوف البيت والدنيا ليل يعني بدي اشوفه والدنيا نهار برضو. فراح نعمل للصبح. لازم افرجيكم اياه ما بصير اني اسكر بدون افرجيكم اياه وهو الدنيا نهاري يا اخوان. لازم نوقع تلف هيك بسيطة. هي اجول مصاري صار معي واحد وعشرين الف. او ماي جود. شايفين كمية الفلوس اطلعناها? لسه لسه فيه لسه المتجر شغال ما بيعناها شي شي ادوب لسه. لسه والله منقول يا هادي يا صباح الخير ويا صباح النور. من غابتنا الجميلة ومن بيتنا ومنطقتنا الجميلة. يا عيني يا عيني اخوان طلعوا وطلعوا محلا. شوفوا ما احلى البيت. من اه والدنيا فضى. وشوفوا محلى الغابة وصوت العصافير تمتع وتمتع. اخ محلا راحة نفسية اخوان. راحة نفسية وخمسة وعشرين الف اخوان. اخوان اتوقع راح اكون سعيد ان هي انهي معكم الحلقة لليوم في بيتنا الاسطوري. ما تمنع عزبتكم الحلقة. ما تسكن تعطونا لايك. شتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيهات. واذا حابين تدعموني زيادة. ضيفوا حسابي على انستجرام. وعطيكم الف حافية على المشاهدة. ان شاء الله بنشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.